السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنتكلم ان شاء الله في tutorial التاني من design concrete 2. دلوقتي عندنا plan بتاعة solid slab هو المفروض المطلوب من هنا ان احنا نعمل design لل plan اللي قدامنا دي. نعمل design ل solid slab. نشوف الايه التسليح للمفروض يكون موجود والايه والسمك السلاب ده. تمام دلوقتي البلان زي ما احنا شايفينه كانت ليفر هنا ده واحد ونص متر تلاتة متر الجزء ده تلاتة متر واحد ونص متر وادي ايه اربعة اربعة واحد ونص ماشي وادي ايه ده الجيفن عندنا الف سيو عندنا الفيلد عندنا الفلور كافرينج عندنا لايف لود وايه وكل البيمز ليون كروس سيكشن معين لقوة 250 ميلي في 700 ميلي. ايه اللي مطلوب اهو. calculate the reinforcement required for the floor. عايزين ايه التسليح وكمان ايه اللازم عشان اصلا نجيب التسليح اللازم يكون عندنا السمك بتاع السقف. عشان خاطر انت وانت بستخدم السيوي الجيكر فهي طالب منك ايه الدبس. الدبس ده بيجي ازاي بيجي من السيكنس تناقص منه عشرين ميلي كوفر. طيب دلوقتي اول حاجة هنعملها هيبقى ايه خطوات كده هنمشيها دايما. اول حاجة هتشوف السلاب كونديشن لو هتقسمه ازا كان وان وي تو وي او كانت ليفر او الشغل ده. اه تاني حاجة هتقوم عاملها ايه هتبتدي تحسب السيكنس سلاب سيكنس اهو. بعد كده اه تالت حاجة اللودز. ومن اللودز هتحسب ومن البننج مومنت تشتغل عادي خالص بالسيوي الجي كرف. تمام واحدة واحدة هوبس من الله الرحمن الرحيم دلوقتي ايه سلاب كونديشنز زي التوتوري الاولاني بالزبط. كانت ليفر هيبقى طالما هي ما فيش غير وان بيمي اللي صبرتت ديها. اا عندك ايه تقسم الاربعة ونص الابعاب بتاعته. اربعة ونص ده لطول الطويل على طول القصير. طالما لنا واحد وربع ده اقل من كام? اقل من اتنين. يبقى نحن نفس الكلام اهو تلاتة يبقى اكتر من اتنين. يبقى ايه? وان وي. نشتغل الشغل ده عادي خالص. ونبتدي ايه? نعمل التشجيخ بتاستقف عندنا. يطلع بالمنظر ده. او ده انا مش مشارك وينا. مفيش مشكلة. المهم ايه? او لا او ابا لا. يعني انا مش هاور طمام في الاتجاهين كده الحملة في الاتجاهين يبقى ايه? ده كيه تو وي. هنا الحملة في اتجاه واحد ده كده وان وي. ادي هنا الحملة كانت ليفر في اتجاه اللي تصبرت ليه. يبقى وان وي. وهنا ده وي. وده ايه? وان وي. طيب ماشي. كده احنا عملنا ايه? ابتدين عارفنا كل الاسلاب اللي موجود. ماشي. دلوقتي نبتدي ايه? نحسب الاسلاب سيكنس. طيب الاسلاب سيكنس هيجي ازاي? في عندك حاجتين. ياما تستخدم الجدول اللي موجود قدامنا في التوتوريال ده. ياما تستخدم الجدول تاني. موجود في المحاضرة. طيب. في المحاضرة يعني موجود كل حاجة. انما في التوتوريال خدنا الجدول ده. طيب. ايه الفرق بين الجدول ده والجدول التاني بتاع ايه? اللي موجود في المحاضرة الزيادة ده؟ في جدول معين منهم اللي هو التاني اللي موجود في المحاضرة. اللي بتسم على كام على 20 وعلى 25 وعلى هكذا من ده. ده بيكون ايه? بيبقى جاهز ديفليكشن. ما بتحتاجش تعمل ايه? تشيكي على بس بيديك ايه قطاعات كبيرة يعني انت المفروض المهندس يعملو يشتغل على من غير من غير وكده انت تشيك على وتزود قطاع سنة بسيطة عشان خاطر ايه يكون مزبوط انما ان انت تشتغل بالقيم التانية اللي هي موجودة في الجدول التاني دي كده هتطلع لك قطاعات كبيرة عرفادي وانت يعني ممكن تكون في غير عنا ايه هترايحك في حاجة انت مش تعمل ايه تشيك على على طيب دلوقتي ايه نبقى اخدين بالنا ان احنا لما هنستخدم القيم دي المفروض ان احنا نعمل ايه تشيك على دلوقتي ناخد بالنا لو نشوف بتاعنا نوع ايه طالما هنخش على الصف ده هنخش على الصف اللي تحته نفترض ان لو هو لو بتاعنا شغال هيبقى ايه اللي short على التلاتين طيب لو continuous من الر & short على 35. طيب لو continuous من الر & short على 40. والكلام ده بيعتمد على انات مغطية قديمني للسبان فالمومنت اللي تعمل بغطية حتة صغيرة من الزس BUTT小 sm كبير. لو مومنت مغطية. ما هو لما اتغطي جزء صغير. معناها ان هي متعلقة من ايه? من حتتين? من عند الصبرتين. فكده المومنت هيبقى طالع قليل. فانت هتحتاج صغير. بس ايه دي كل الفكرة. بس والدي بقى ايه? بقى لسي على عشرة. ده يعني اكبر عشان خاطر ايه? يعني يبقى اللي ديفليكشن عليه. فبنحاول نجيب له سيكنس عليه. ماشي. يبقى اس وان. الاسلاب الاولاني بنجيب له السيكنس بتاعه. عملنا الف وخمسمائة على كام? على عشرة. ليه على عشرة عشان خاطر هو كانت ليفر. طلعناها بمية وخمسين ميلي. يبقى انشغالها كام? مية وخمسين ميلي. طيب. دلوقتي في حاجة عايزين نقولها دلوقتي مسلا في اس تو. طلعنا جبنا ال ال شورت واسمناها على كام على خمسة واربعين. على حسب حالته خمسة واربعين يبقى كان غالبا هيكون او 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 من الناحيتين. ماشي. طلعنا تمانية وتمانين بوينت تمانية. طيب. الكود بيقول لك ايه? ان اقل سيكنس او. اقل سيكنس. بيبقى تمانين ميلي ده لو ايه? ما عندكش مكان او عربيات او اي حاجة بتعدي ايه من على المنشأ بتاعك. مكان اللي هو يعني اي حاجة فيها ايه? ماشي. طيب لو فيه دينامي كلودز اقل حاجة مية وعشرين ملي متر. طيب وفي السوق بقى? في السوق مفيش حاجة تمانين دي. مش موجودة. اللي في الشغل يعني بيكون ايه? اقل حاجة مية وعشرين ملي. طيب ماشي. بقى كل حاجة هنا هنلاقي اقل من مية وعشرين. هنخليها مية وعشرين. طب والمية وخمسين هنخليها زي مية وخمسين. طب عايزين داخل بالنا من حاجة. ياريت يفضل يعني بانطلعش كزا سيكنس في الاسلاب. يعني هو كفاية اتنين سيكنس. يعني نفس اللي هو ده ده البلان واحدة ما يطلعش فيها غير ايه? غير اتنين سيكنس. يعني مش اكتر من كده. عشان خطر بس ايه? فاسناء الشغل النجار ما يزبط بفورما الخشبات بتاعته ايه? بسهولة. مش يجي على كل ايه? كل سلاب منهم ويعلى وينزلوا الكلام ده. طيب دلوقتي نخش. اه عايزين برضو نعرف حاجة مهمة. ان ايه? ان السلاب يعني يفضل انه ما يزيدش عن مية وستين ملي متر. عشان خطر لو زيد عن كده يكون ايه? مكلف. ليه المكلف? لان انت اول ما تزيد عن مية وستين ملي متر. سيباكم الخرصانة اللي هتكون زي ده. يعني كده كده الخرصانة ايه? مش بتكون ايه? كميات الخرصانة بتكون ايه? يعني تمنع بسيط شوية. انما هيكون عندك داخل فيه شبكة حديد علوية هتتحط عشان خطر تقلل الانكماش بتاع سطح الخرصانة. الخرصانة معروف طبعا مع اله. بعد الصب بفترة بتلاقي المية كلها ببخارت مفيش ايه مية. فالخرصانة بتعوز ايه تتصلها ايه? ويبتدي تتشقق. فايه اللي بيمنع التشقق ده. ايه الحديد. فبنضطر نحط لشبكة حديد علوية. طيب تمام. فايه? فيفضل ان هو ما يزيدش عن مية وستين مليمتر. عشان خطر لو زاد ما يزيد. لو بقى مية وستين او ازيد. فالشروخ دي هبان بكسرة. فنحتاج ايه? نحط السياخ حديد شبكة علوية. عشان خطر تمنع الشروخ دي. طيب. اللوتز بقى نيجي نحسب اللوت. اللوت هيكون ايه? عادي خالص واحد واربعة في بتاع الاسلاب زائد الفلور كفر زائد الواحد وستة. ده ده اللي متعاودين عليه. طيب تمام. دلوقتي اه عملناها مرتين بس عشان خطر فيه عندنا مرة باتناشر. فحطنا له زيروينت ناشر. طيب والسكنس اللي عندنا بخمستاشر سنتين. حطنا له زيرو بوينت خمستاشر. جبنا كده الايه? بتاع الاسلاب ده. والانويت بتاع الاسلاب ده. طيب. دلوقتي انا هاخد واحد هاخد ايه? وهبتدي احسب عليها اللوت. بس الفايل بمش مزبوط. ماشي. المهم ما انا هعمل دلوقتي فيه حاجة اسمها الار. الار ده دي جري اوفرنج اا ريكتانجلاريتي. طيب. ده بيه بيه بياتمد على ايه? اول اصلا بنبدأ نجد انجيب الار دي امتا? لما بيكون عندنا سلاب توي. اول ما استبي باوان وي ما ما بنعملهاش اصلا خالص. طيب بنجيب الار نقول الار بتساوي. الم الم هنا ديّ نوا strony وال Other الام بتاعت اللونج على الام لونج في اللونج على الام شرط في ال شرط طيب الام دي بتعبر عن ايه برضو شكل المومنت سيمبل يبقى يبقى المومنت مغطي لزمان كله في واحد طيب 0.7 طيب 0.76 ماشي دلوقتي انا جبت الار بان انا عارف طبعا الطول اللونج والشورط من ايه من اي باكية والام ما هو هعرف كيف ها من اين تمام طيب بعد ما جبت الار هعمل ايه هجيب حاجة اسمها الفا واجيب ايه واجيب بيتا برضو الصفحة مش هايزة تتادل نطلع كده سنة ننزل تنة اتزوز طيب ماشي اه بعد ما جبت الار اجيب الفا وبيتا طيب الفا وبيتا دول لهم جدول موجود في المهاضر لهم جدول للسولد سلاب لالفا والبيتا بتوعه طيب ايه انت لو مش معك الجدول ممكن القوانين دي تكون تحفظها ويبقى استغنيت عن الجدول طيب قوانين ايه زيرو بوينت فايف ار مينس زيرو بوينت خمستاشر ايه وتقول بيتا زيرو بوينت خمسة وتلاتين على ار بارتو تمام ايه طيب ايه معلش بس في حاجة نستاهله دلوقتي الار دايما هتطلع لك من كام من واحد لاثنين دايما الار هتطلع لك من واحد لاثنين لحظة نتأكد عشان خاطر ما نقولش حاجة كده وخلاص الار دايما من واحد لاثنين مش هت ايه مش هتزيد عن اثنين ولا هتقلع عن واحد طب لو قلت عن واحد ايه اللي يحصل معناها ان ايه هتقلب هتخلي الام اس في اللي اس على مل في اللل وبعدين الاتجاه الطويل ياخد الفاوى WRALY يعني انت عكست شاكلبhin بس لما هتشاكلب دول هتطلع لك الار اكبر من واحد هتقوم مستخدم معوض هنا تقوم حاطف بقى المرة دايما الالفا في الاتجاه الطويل و البيتا في الاتجاه القصير ده في حالة انها تطلع الار أقل من واحد طب الار اكتب من واحد وده العديد تليم يحصل اللي هيحصل خلاص تمام تستخدم الارف ان انت تجيب الالفا وتجيب البيتا وبعد كده بعد ما تجيب الالفا وتجيب البيتا تعمل ايه دول اصلا النسب دي هتضربها في بتاع الاسلام تجيب منها الوزن اللي ماشي في الاتجاه بتاعك اللي انت بتحسب عليه ماشي تعالوا نطلع بس ونشوف كده نبص على البلان ادي البلان عندنا ايه دايما الفا بتاخد الاتجاه القصير دلوقتي عندنا اه دلوقتي اس ون ده وان وي فاي ماناش ده وبي ما فيهوش الفا وبيتا خلاص كل الانويت رايح على ايه على البيم دي او يعني لو جينا ناخد استراب بايبقى كل ايه كل الانويت بتاع الاسلام ماشي طيب هنا هنا الحمل بيتوزع طالما دي طيب الباكية اللي عندنا دي كم في كام اربعة في كام اربعة فاربعة ونص يبقى الاتجاه القصير اللي هو الاربعة اللي هو في اتجاه واي كده ياخد الفا طب الاتجاه الايه الطويل ياخد بيتا او زي ما احنا شايفين طب نيجي نبص هنا الباكية اس فور اس فور هتلاقي عندك اربعة في كام في ستة طب الاتجاه القصير بتاعنا كام الاربعة يبقى ايه دابليو الدابلي دي اللي هو الويت بتاع الاسلامة مضروب في كام في الفا يبقى الاتجاه القصير الفا اتجاه طويل بيتا تمام طيب اعملنا الكلام ده نمتدي نعمل ايه ناخد ناخد كزا في الاسلام بتاعنا طيب هناخد دي على اساس ايه زي ما احنا شايفين قطع الافقي ده اولا بنشوف امتى نقول عايزين ناخد لو حصل اي تغير في الحمل او لو حصل اي تاني الاستريب بتكون في اتجاه الحمل يعني بص دلوقتي دي ايه اس اس ري الاتجاه بتاعها فين كده افقي هاو تمام يبقى ديها تظهر معنا في الاستريب ودي ده هنا افقي ودي ده هنا في افقي كمان يبقى تمام طيب اول لما يحصل تغير في الحمل لما نجي تنزل شوية كده عند اس تو ده بقى احمل مختلفة هنا كان بدايتنا اس سري الحمل معين اس فور حمل معين اس احمل خلاص انت ديت تنزل سنة لقيت بقى عندك اس تو وهنا فراغ كده خلاص يعني ايه هتبقى سنبل هنا فقبل ما بيحصل وتلاقي عندك تغير في الاحمل بشرط كمان يعني انت عندك تغير في الحمل اهو ايه افقي موجود منه افقي افقي ورأسي ففي انت هتاخد الافقي طيب ايه مع ايه مع انت استريب افقي طيب هل هتاخد عند اس وان لأ اس وان ما فيهاش ايه حمل افقي اكل الاحمال ايه في اتجاه هو ايه ده فكده ايه هيتاخد يعني التسليح الافقي بتاعه يبقى ايه هيبقى المينموم خمسة فايا عشر في المتر طيب الرأسي لا الله اعلم بقى ممكن يكون هيتعمل له ديزاين او ممكن يطلع مينموم بالايه بالحل بقى ناخد فيها استريب ونشوف هل المومنت اللي عليها هتطلع اقل من المينموم يبقى نحط مينموم طيب اكتر من المينموم بتبقى تحتاج ايه حديد تسليح معين يبتدي اكتر من خمسة فايا عشر تمام طيب فهمنا الموضوع ودي ايه الاستريب وان وطو وثري لقينا نفسنا هنعمل لغاية ايه استريب فايف ماشي بعد كده هنعمل ايه هنشوف كل استريب ونحط عليها اللوت بتاعها دلوقتي اقدي استريب وان ايه كان اقولها كانت ديفر زي ما كنا شايفين فوق وادي سبن ستة متر وادي سبن واحد ونص متر حطينا ايه زي ما كان اللوت واضربناه في الفا او بيتا واللوت بتاع الكنتليفر زي ما احنا شايفين اتحط زي ما هو لانيه البلطة دي كانت ايه كانت وان وي لانها كانت وان وي لانها كنت وان وي فتاخد ايه الخمسة وشر كاملة هنا دي كانت تو وي فابتدينا ضربنا ايه اللوت بتاعها ضربناها في ايه في الله ما اصال عنا بك كان في الفا بقى ماشي وعملنا كده لكل الستريب من الستريبس كل استريب يعني معينة امناية عملنا فيها الموضوع ده اا وبعد كده بقى المفروض المطلوب مننا نعمل ايه كل استريب منهم نبتدي نجيب لها المومنت طيب دي ده سبان اا ده استريب فيها ايه الاسبان مش متساوية خالص الفرق فيها كبير وهي ايه كمان ده 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 يعني كذا يعني مش سمبل كذا بك والفرق في الاسبانز كبير اكتر من 20% تعمل ايه تشتغل بسلوب دفليكشن او سري مومنت ايكوشن اللي انت رايحك تنجيب منه المومنت بعد ما اجيبي المومنت اشتغل سي و ج كيرب زي العادي خالص الدبس بتاعك هتفطرده كام تشوف السمك بتاسف وتطرح منه 20 مل طيب البي مثلا اللي عندك مواقف في سيو بتتضرب في بي طب البي اللي عندك دي بتكون كام الف هنا فلسفة يكون البي بتاعتك بالف اللي هي ايه انت مختار الشريحة دي عرضها واحد متر فتكتب الف ملي متر تمام غير كده بقيت الحاجات هتكون جيفن هيكون ايلك الاف ييلد بتاعتك بكام كل الكلام ده يكون موجود عندك في المسألة تمام كده خلصنا تفتوريال 2 يارب يعني يكون استفدتم اي حاجة يلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة